أقيم مؤتمر رقمنة الاتصال الاستراتيجي لمواجهة أزمات العلاقات العامة والذي جاء حرصا على تحقيق رؤية صاحب السمو ورؤية كويت 2035 وتأصيلا للمسؤولية المجتمعية ودعم القطاعات الحكومية والأهلية والتوجيه المعنوي للقطاعات العسكرية على حد سواء فإن التصدي للأزمات ودور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام له تأثير قوي جدا على مؤسسات المجتمع لذلك يتوجب علينا توظيفها لخلق الوعي المطلوب من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي في ظل تدورات الأوضاع الدولية والإقليمية وانطلاق من توجيهات صاحب السمو في الحرص على التعامل مع المشكلات والقضايا جاء مؤتمر رقمنة الاتصال الاستراتيجي لمواجهة أزمات العلاقات العامة والإعلامة أصبحت اليوم العلاقات العامة ليست فقط وظيفة كالوظائف التقليدية السابقة موظف في المكتب ويتواصل مع وسائل الإعلام التقليدية لإيصال لو هناك مثلا تقرير صحفي أو رسالة إعلامية اليوم لدينا منصات إعلامية من خلال التطبيقات الموجودة على السوشال ميديا أصبحت قريبة للمواطن وقريبة للمسؤولين وقريبة للشعوب أيضا يهدف المؤتمر إلى إبراز الدور الفاعل للدولة ومؤسساتها الحكومية والأهلية في التعاطي مع الأزمات المتعلقة بمجال العلاقات العامة باعتبارها عاملا مهما ومؤثرا في ظل الأحداث المحلية والدولية يتكون من مؤتمر وحلقات نقاش وكذلك ورش عمل ومعرض يتكون من محاور عدة أبرزها هي المتحدث الرسمي أثناء الأزمات كذلك مواجهة الإشاعات في الأزمات ودور الإعلام الغرمي في مواجهة تلك الأزمات حضور من الأكاديميين والمتخصصين في العلاقات العامة من الكويت وذلك للتركيز على الشأن المحلي إذ يقوم هؤلاء المختصون بإعداد دورات وورش عمل للمؤسسات الأهلية والحكومية بهدف الاستفادة من التجارب العلمية في مواجهة الأزمات والمخاطر عيش المدينة تلفزيون دولة الكويت